السمع والحوار بلا جدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد ولن تجد له وليا ولا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دين الله حتى آتاه الله اليقين ثم أما بعد فإن هذه الأيام التي تدخل علينا من الأيام المباركة التي خصها الله تبارك وتعالى بذكرها في كتابه فقال عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السباوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهنا أنفسكم والهدف من الآية أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الظهور ظهرا ومن السنين سنة ومن الشهور شهرا ومن الأيام يوما ومن الليالي ليلة هذه هي سنة الله تبارك وتعالى فيما خلق لعل السر في ذلك كما قال العلماء هو إعطاء الفرص للمتقربين إلى الله تبارك وتعالى وللمتعبدين وللمتنسكين أن يقتربوا من الله أكثر فيغتنموا هذه الفرص فيقبلون على الله تبارك وتعالى بعمل طيب وبخلق كريم يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها أي اغتنموها بالعبادة اغتنموها بفعل الطاعات والابتعاد عن المنكرات والتقرب إلى الله جل علاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم كل وقت يعيشه على هذه الأرض حتى ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو عند البخاري قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفروه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أخرى وفي رواية أخرى وفي رواية أخرى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم مئة مرة في الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من سبعين مرة وفي الرواية الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه مئة مرة إن دل هذا فإنما يدل على حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على التوبة والاستغفار والعودة إلى الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهار وتلك إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نغتنم الأيام المباركة هذا اليوم هو أول أيام شه رجب شه رجب المعظم رجب الأصم هذا الشهر من الأشهر الحرم وسميت الأشهر الحرم بالأشهر الحرم لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيها القتال وجعل فيها الذنوب والأوزار أثامها أكبر من أي وقت آخر فالمعصية هي منبوذة في كل وقت وفي كل حين في كل أيام السنة إلا أنها تكون أشد في الحرمة وأكثر في الوزر وارتكاب السيئات في مثل هذه الأيام المباركات سواء من شهر رجب أو في شهر ذي الحجة أو في ذي القعدة أو في المحرم الأربعة الحرم تحرم فيها المعاصي وتعظم ويكون الوزر فيها كبيرا وعظيما اليوم هو اليوم الأول من أيام شهر رجب على المسلم أن يعظم هذا اليوم بالابتعاد عن المعاصي وهبران الذنوب وطرق كل فاحشة يعلم أنه يعملها أو يعلم أن غيره يعمل تلك الفاحشة ينهاه عنها على المجتمع المسلم أن يستعد لتكريم هذا الشهر بتعظيم كل إثم فيه وتكبير أو إكبار كل شيء يحدث فيه فإن كان الوزر هو قطع رحم فليصل الرحم لأن قطع الرحم في هذه الأيام المباركة أشد إثما وإن كان أعاذكم الله من ذلك ذنى أو غيبة أو نميمة أو كذبا أو ظلما على وجه الخصوص رفع هذا الظلم وأقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب لا يعرف الذنوب ولا يعرف المعاصي بل يعرف التوبة منها والعودة إلى الله تبارك وتعالى عودة حميدة ويتوب منها توبة نصوحة شهر رجب هو شهر عظيم على الأمة أن تغتنم هذا الشهر في التقرب من الله تبارك وتعالى كما قلنا بالابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن كل سلوك مشين وكل أدب لا يليق بأدب المسلم الذي ينسب إلى أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الشهر شهر مضر لأن قبيلة من العرب سميت بهذا الإسم كانت تعظم هذا الشهر وكانت عادة العرب هي أن تغير الشهور وتغير الأيام والليالي وأسماء هذه الشهور على حسب ما تقع عليه المصلحة فإن كان أتى ذو الحقة مثلا أو ذو القعدة أو المحرم أو رجب وهذه الأشهر كانت تعظم ويحرم فيها القتال كان العرب في كل القبائل يغيرون هذا الشهور إذا ما أرادوا قتالا إلا هذه القبيلة كانت تحافظ على تعظيم شهر رجب فلا تغيره أبدا في أيامها وأيا كانت المصلحة فنسبت هذه القبيلة مضر إلى شهر رجب ورجب له أسماء كثيرة هذه الأسماء الكثيرة تدل على أن هذا الشهر له من المكان وله من التعظيم وله من التكريم ما له في كتاب الله وفي تاريخ الإسلام وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضر في ذلك قثرة الأحاديث المغلوطة أو الموضوعة أو المتسوسة التي وردت في فضائل هذا الشهر حتى أن كثيرا من العلماء ألف في هذه الأحاديث العجيبة كتبا هذه الأروايات المغلوطة أو الموضوعة لا تدر من تعظيم شأن هذا الشهر في شيء أولا لأن هذا الشهر معظم لكونه من الأشهر الحرم ثانيا أن الله سبحانه وتعالى ذكره عندما قال منها أربعة الحرم وقصد الله تبارك وتعالى شهر رجب ثانيا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الأشهر الحرم ومنها شهر رجب فيدخل في جملة ما عظمه الله وفي جملة ما عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضر ذلك أبدا رواية موضوعة أو رواية منكرة أو شازة أضيفت في فضائل هذا الشهر ولعل السبب في ذلك هو أن علماء الحديث وضعوا قاعدة وهو أن الحديث الصحيح يعمل به في فرائد الأعمال والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال الصحيح في الفرائد والضعيف في الفضائل وهذا ما جعل علماء الفضائل الذين يكتبون في علم السلوك وعلم الأخلاق يعني لا يتورعون من إتيان الحديث المرسل أو المنقطع أو المعضل أو أنواع من الحديث الأحاديث عدت ضعيفة عند أصحاب هذا العلم بحقة أنها فضيلة فشهر رجب كان له الحظ الأوفر في مثل هذه الأحاديث الحديث الضعيفة التي تنسب إليه ما لم يقوله الله وما لم يقوله الرسول وما لم يشرعه من العبادة كأن بعض الناس مثلا تعظم العمرة في شهر رجب بحقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتمر في هذا الشهر حتى أن شركات السياحة في شهر رجب تقيم عمرة تسمى عمرة رمضان وهي الأعلى أجرا عمرة رجب وهي الأعلى أجرا لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رجب وأنقرت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين وعند أصحاب السنن وعند أصحاب المسانين إنما شهر رجب هو شهر معظم ومرجب ومعنى مرجب أي معظم لأنه من الأشهر الحرم التي اصطفاها الله تبارك وتعالى من بين أشهر يكفيها هذا شرفا ويكفيها أنها أيام قال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم فما هو الظلم الذي يقع في هذا الشهر على النفس البشرية هذه النفس البشرية التي خلقها الله تبارك وتعالى وأعطاها من النعم ومن عليها بكثير من الفضل سواء نعمة النطق نعمة البصر نعمة العقل نعمة الصحة نعم الله تبارك وتعالى كثير لا تعد ولا تحصى والإنسان يظلم نفسه إذا ما عرّد هذه النعم للتبديد وعرّدها للفناء وعرّدها للزوال وعرّدها لعذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة وهذا هو ظلم النفس وإن كانت المعنى منصرف على كل الشهور كل شهور الله تبارك وتعالى لا يظلم فيها المرء نفسه ولكن في الأشهر الحرم يجب أن يحرص على عدم ظلم النفس بأن يعرّدها لطاعة الله تبارك وتعالى وأن يقبل على أضاء الفرائد وأن يغتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمل وأن ينزع من قلبه الحقد والقراهية والبغضاء وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بقلب سليم بقلب مستقيم لأن الله تبارك وتعالى قال بعد أن قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم الذي لعوجاج فيه هذا أول يوم في أيام الاستقامة وأيام ترك لعوجاج وترك المعصية والذنوب والآثام وترك لعوجاج يكون معناها أن أصلح بيني وبين الناس فلا يصح أن يقبل عليّ الشهر الحرام الذي سمّي أيضاً الشهر الأصام لأنك لا تسمع صوتاً لاستلاح فيه صوت المنقرات تختفي الأصوات المنقرة التي تظهر بالليل والنهار تقول قبح الكلام وفحش الكلام وبضاعة اللظ على هذه الألفاظ وهذه الأصوات أن تختفي في شهر رجب الأصام الذي لا يسمع فيه صوت لسلاح أو صوت لمنكر أو لرجل يصب فلان ويلعن فلان ويتكلم بحديث لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلم في هذا الشهر الذي كرّمه الله وعظّمه وجعله من الأشهر الحرم وجعل المعصية فيه أكبر من أي وقت آخر أن يصلح ما بينه وبين الناس فلا يصح أن يقبل على الله تبارك وتعالى بقلب متشاحن فلا يصح أن يقبل على الله بقلب يبغض فلان ويبغض علان هذه الأيام هي خير الأيام التي يصلح فيها المرء ما بينه وبين الناس لتقلل من معاصيها ومن ذنوبها ومن أوذارها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أورد أبو يعلى في مسنده قال عمر بينما نحن قلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك فقلنا يا رسول الله ما يضحكك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لرجليني جثى بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى فقال أحدهما يا رب إن لي عند أخي مظلمة فقال الله سبحانه وتعالى للظالم اعطي أخاك مظلمته كأن الله تبارك وتعالى كما ورد في مسند أبو يعلى نقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا من مشاهد يوم القيامة فيه أن رجلان من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تخاصما في الدنيا أو اختلفا على شيء والخلاف فيه ظالم ومظلوم الظالم والمظلوم التقي بالله تبارك وتعالى يوم القيامة وجلس في ذل وفي خضوع وفي خشوع بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت الظالم لا يملك بيتا ولا يملك دارا ولا دوارا ولا أرضا ولا عقارا ولا سيارة ولا رصيدا في البنك ولا يملك شيء هو يقبل على الله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه عاريا كيوم ولدته أمه عاريا كيوم ولدته أمه ليس عليه ثياب هو ظاهر كيوم ولد فكيف يقضي الحق الذي عليه إن كان هذا الحق هو أرضا قد اغتصبها أو مالا قد سرقه أو شيئا قد استولى عليه أو كلمة كان قد قالها في حق فلان أو علان من الناس أو أغضب فلان بغير وجه حق أو خجله بين الناس أو فضحه بين الخلق كيف يخضي هذه الحقوق وهو لا رصيد له ولا مال عنده ولا يملك حتى الثياب التي كان يلبسها في الدنيا إن رد الحقوق في الآخرة لا يكون بالدينار والدرهم ولا يكون بالأرض ولا بالعقار ولا بشيء مما أخذته وسلبته واحتفظته به وإنما يكون بما تملك وأنت لا تملك يومئذ سوى الحسنات والسيئات ومنها يكون القصاص منها يكون الانتقاص منها يكون الأخذ منها يكون المظوم في وضع يستحق فيه الحق الذي كان يطالبك في الدنيا ولم تعطيه له جاء الوقت ليسترد هذا الحق بأفضل مما كنت تعطيه في الدنيا فيأخذ من حسناته فإن لم يكن عندك من حسنات سيأخذ من أوزارك وليضع يأخذ من أوزارك وليضع على أوزارك هذا أو هذه هي محكمة السماء التي لا يظلم فيها أحد لذلك عندما يدعو عليك المظلوم عندما تدعو عليك الناس فاعلم أن قضيته قد انتقلت من قاضي الأرض ومن حكام الأرض إلى قاضي السماء سبحانه وتعالى وعند الله لا يظلم ربك أحدا يقف المظلوم ويقول يا رب اعطني من أخي ما ظلمني فيه فيقول الله سبحانه وتعالى للظالم اعطي ما ظلمته فيه فيقول يا رب فنيت حسناتي وما عندي إلا الأوزار وعلى ما يبدو وعلى ما يبدو أن هذا المتشاحن الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى كان قد ظلم كثيرا أو شتم كثيرا أو سلب كثيرا حتى أخذ كل مظلوم من حسناته ما أخذ ولم يبقى عنده إلا الأوزار فيقول المظلوم يا رب إن كانت قد فنيت حسناته فمره أن يأخذ من أوزار وليضع على أوزاره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا له من يوم يوم يطلب الرجل من أخيه أن يحمل عنه من أوزاره شيئا فيتدخل الله سبحانه وتعالى برحمته وبعدله وفضله فيقول للمظلوم انظر إلى الجنان يعني إلى الجنات فينظر فيقول ماذا تجد فيها فيقول يا رب أجد قصورا من ذهب وفضة وأقوام اللباسهم فيها حرير لمن هذه الجنات يا رب العالمين فيقول لك يقول فكيف فكيف تكون لي قال إذا دفعت الثمن قال يا رب وكيف لي أن أدفع ثمن هذه يقول تعفو عن أخيك فيقول المظلوم يا رب أشهدك أني قد عفوت عنه فيقول الله سبحانه وتعالى له فخذ بيد أخيك وادخل الجنة فيدخل الجنة سويا هذا هو ما يجب أن نستقبل به شهر رجب المبارك في أول يوم من أيامه أن نخطع أو أن نخضي على التشاح وعلى التباغض وعلى الخصام فإن عملك لن يقبل إلا إذا كنت من أصحاب القلوب السليمة من أصحاب الصدور التي لا تحمل غلا والقلوب البيضاء التي ليس فيها قراهية ليس فيها ضارة لأحد ولا أذن لمخلوق أنت لن تدخل الجنة إلا إذا أصلحت ما بينك وبين الله وبينك وبين الناس وبينك وبين نفسك وبينك وبين إخوانك تبني نظرية الإصلاح في كل أمورك في هذا الشهر المبارك وهو خير ما تتقرب به إلى الله وتتزلف به إليه وتنال به الجنة كان عمر رضي الله عنه يقول إن المسلم الذي لا يغتنم شهر رجب عبادة وصلاحة هو مسلم أبطر والأبطر هو رجل عمله متقطع لا يقبل منه إلا قليلة يعني كأن فرصة عظيمة قد ضاعت منه وقد سلبت منه في غفلة من أمره إن هذه الأيام المباركة التي يجب على المسلم أن يكون في كنف الله تبارك وتعالى وفي ظله بكل صدقة يتصدق بها وبكل سلوك يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وبكل خلق كريم يعامل الناس فيه معاملة حسنة عليه أن يجب كل أيام السنة في هذا الشهر المبارك هذا الشهر الحرام فيغتنم كل وقت فيه في التوبة وفي الاستغفار وفي العودة إلى الله تبارك وتعالى وفي الإنابة إليه وإن كانت التوبة مقبولة في كل وقت ومقبولة بالليل والنهار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إذا كانت باب التوبة مفتوحة بهذه الصورة وبهذا الشك الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن التوبة تكون في هذا الشهر أكثر قبولا من الله تبارك وتعالى وأكثر استخبالا من الملائكة وهي تحملها لرب العالمين تشهد لصاحب التوبة بأنه قد تاب توبة نصوحا وتوبة صادقة إن هذا الشهر يجب أن يغتنمه المسلم بأن يتوب إلى الله فيه وأن يغتصل من كل ذنب ومن كل وزر ومن كل خطيئة ومن كل عمل قبيح كان يعمله ولا سبب في أن يسوف المسلم في ذلك أو أن لا يطبق هذا فمهما كان الذنب عظيما فإن عفو الله تبارك وتعالى أجل وأكبر وأعظم ومهما كان الوزر كبيرا فإن الله عز وجل أكبر من كل وزر وأكبر من كل خطيئة يرتكبها المؤمن أو يرتكبها المسلم لأن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إلى أن قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إن الذي يتكلم هو رب العالمين إن الذي يناديك هو رب العالمين إن الذي يقول لك اغتنم هذه الأيام الحرم أو هذه الأشهر الحرم بأن تتوب إلى الله فيها وأن تبتعد عن كل معصية وعن كل يزر هو رب العالمين بذاته هو الذي يخاطبك هو الذي يكلمك هو الذي يقول لك عد إلي يا عبدي قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أي أن الذنب مهما كان كثيرا وعظيما حتى وإن كانت الذنوب مثل ذبد البحر فإن الله تبارك وتعالى يتقبلك وإن الله عز وجل يتوب عليك ويأخذ بيدك إلى رضوانه وإلى ظله وإلى جنته وإلى كل خير هو يرضاه لك فلا تتحقق أبدا بأن ذنوبك كثيرة ولا تتحقق بأن الناس تتكلم عليك أو أنهم سيلوموك أو أنك ستتوب بعد أن تفعل كذا وبعد أن تفعل كذا أنت لا تدري متى الأجل ومما أنك لا تدري متى الأجل فإنه لا يصح لك أبدا أن تؤجل التوبة ولا يصح لك أبدا أن تؤجل العودة إلى الله تبارك وتعالى إلى يوم غد لأنك لا تعرف إن كنت ستعيش إلى غد أم لا وكم من رجل صحيح غارضر الدنيا بغير علة وكم من صقيم عاش حينا من الدهر إلا أنه في النهاية الكل سيموت والكل سيفنى كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام العبرة بأنك تتنبه أنك ميت ولو بعض طول عمر أنك ميت مهما طال بك الأجل لذلك فإنك تتوب إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت لأن الموت هو نهاية كل حي وهو لا يعلم وقته ولا يوجد إنسان على هذه الأرض يعلم متى يتوفى ولا متى يموت فإن كان الله سبحانه وتعالى أخفى عننا اليوم الذي نموت فيه فما ذلك إلا لأنه يريد منك أن تكون توابا يريد منك أن تعود إليه في كل وقت بالليل والنهار وفي السر وفي القهار وفي كل زمان ومكان وأين كانت المرحلة العمرية التي تعيش فيها سواء كنت شابا أو شيخا كبيرا ذكرا كنت أو أنثى فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأيام الحرم وهذه الأيام المباركة لنتقرب إليه فيها ونتخلص من ذنوبنا ومن أوذارنا ومن آثامنا ومن كبائرنا ونقبل على الله تبارك وتعالى بقلب منيب بقلب سليم بقلب تكتب له الجنة ولصاحبه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أما إن الرجل يأتيه الأجل بغته فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تموتوا يعني توبوا قبل أن تموت هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يؤمن به من أمته عليه الصلاة والسلام ألا يسوف في التوبة إن كثيرا من الناس يظن أن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هو من الأمور الإختيارية فمن شاء فليتب وإلا فلا وهذا من أكبر الظور ومن أشد الباطل فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أجمعة الأمة على أن التوبة إلى الله واجبة من كل ذم إذن التوبة تجب عليك كما تجب الصلاة وتجب عليك كما يجب الصوم وكما يجب الحق كما وجبت عليك الفرائض فإن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى تجب عليه هي من الأمور الواجبة لا بد وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وإلا تعرضت لمضاعفة الأجر أو لمضاعفة العقاب من الله رب العالمين أنت ليس من العيب أن تخطئ فإن تكن أخطأ فقد أخطأ آدم وهو الوالد الأول لهذه البشرية أخطأ بعد أن رأى الجنة واطلا على أنهارها بل وأكل من أشجارها وفاكهتها ومع ذلك عصى الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة يعني صبرا على الطاعة إذا كان آدم قد أصيب بهذا وهو أبو البشر وأخطأ مع أنه رأى ما لم ترى أنت من النعيم ومن آيات الله تبارك وتعالى فلا عيب أبدا أن تخطئ أنت أو أن تقع في الوزر فقد جبلت النفس البشرية على المعصية وعلى الطاعة وعلى القيام وعلى التعثر وعلى الغنى وعلى الفقر وعلى القوة والضعف هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه إنما العيب كل العيب هو أن تسر على المعصية وأن تستمر في طريق الوزر والذنب وأن لا تغتنم الأيام المباركة ولا تذكرها بالعودة إلى الله فيها والاغتسال من هذه الخطايا والاغتسال والتطهر من هذه الذنوب التي رانت على جسدك وعلى قلبك فتغسلها وتتطهر بها كما يتطهر الرجل إذا ألقى بنفسه في النهر ألقوا بأنفسكم في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رجب وعلى الأمة أن تغتنم هذه الأيام بعمل الطيبات والصالحات والتصدق من أموالها غير أننا نرى أن قوما من أبناء جلدتنا إذا ما أقبلت هذه الأيام استعدوا لها بالبرامج الهزلية والأفلام الإباحية التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا تبني شخصية مسلمة لعلنا نسمع بعض الأصوات التي تهجم على الفنان الفلاني وكذا وأنه يقدم شيئاً يصاعد على التدمير ويصاعد على المعاصي وعلى الظنوب ولكن القول يقال من الذي يسمع لهذا الفنان ومن الذي يستجيب له وهذا الوزر عليه أو لمن شجعه أو لمن دعامه بالمال أو لمن يسمعه ويعرضه على زوجاته وعلى أبنائه إن الخطأ في هذا خطأ مشترك في المجتمع المسلم كله عليه بأن يستعد لهذه الأيام بالأعمال الصالحة وتقديم الفن الراقي الذي يعين المسلم على العبادة في هذه الشهور خاصة شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان أين حياة الأئمة أين حياة الأنبياء أين قصص القرآن التي يجب أن يستغلها الإعلام في تقديم فن راقي لهذا المجتمع المسلم الذي يستحق الكثير من الجهد ويستحق الكثير من العناء في تقديم الراقي من الأخلاق والراقي من المشاهد له في الأيام المباركة في أيام الله تبارك وتعالى إننا نرى على العكس من ذلك الناس الآن تستعد خاصة الذين ينتجون الأفلام والمسلسلات بتقديم أفلام ليس فيها صوت ليس فيها صلاة ليس فيها ذكر ليس فيها أي شيء إطلاقاً ويقدمونه لإفساد هذه الأيام المباركة على الأمة التي هي في مسيس الحاجة للنهضة لبناء اقتصاد قوي في مسيس الحاجة لبناء مجتمع فاضل يقوم على الأخلاق وعلى الأمن الاجتماعي للأسف الشديد هو ينتهد فرصة تجمع الناس في بيوتها في هذه الأيام فيقدم لهم كل رزيل وكل منكر وكل قبيح من خلال البرامج الهزلية أو الأفلام التي لا تتضمن شيئاً ينفع النفس البشرية في شيء وهو يهدم أكثر مما يبني للأسف الشديد هذه الأيام المباركة أيام الله من شهر رجب وشعبان ورمضان يضيعها أمثال هؤلاء يضيعها أمثال هؤلاء بما يقدمونه من العفن الفني الذي لا يحبه الله ولا يرضاه الرسول ولا العقول المؤمنة وعلى كل إنسان يحب هذا الوطن ويحب هذا البلد أن يقدم له الراقي من الفني وأن يقدم له الأخلاق في صورة ضرامية أو في صورة حتى ولو فكاهية المهم أن يكون ما يقدم للناس في هذه الأيام المباركة هو مستمداً من أخلاق الإسلام الطاهرة ومن رسالته الخالدة هذا هو التذكير بأيام الله تبارك وتعالى التي يجب على الحاكم وعلى المحبوم ويجب على الدولة بما تملكه من إعلام أن تقدم هذه المادة الأخلاقية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أي إنسان يقدم فناً هابطاً في هذه الأيام من شهر رجب أو شعبان أو رمضان لا شك أن إثمه عند الله كبير وأن وزره عند الله أكبر وأنه قد ارتكب خطأاً فادحاً في حق وتنه وفي حق المجتمع الذي يعيش فيه على الدولة أن تتدخل في هذا الموضوع فتنتج للناس من رسالة الإسلام الخالدة ما ينفعها ومن الخير ما يبنيها من أجل بناء وطن قوي هذه الأيام المباركة هي فرصة صانحة وعظيمة لمن أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ولمن أراد أن ينجو بنفسه من عذاب الله عز وجل وينجو من نفسه من بلاياه التي انتشرت في الأرض الآن تسمع الآن لأن الصين كانت تفعل كذا وكذا وكذا صين كدولة شيوعية لا تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا شيء لذلك كانت مصدر لوباء انتشر في العالم كله لما أنها لا تعمل بفضيلة ولا تسير على خلق وتأكل ما تستبيح لنفسها الإسلام جاء ليطهر هذا المجتمع فاستغلوا هذا الذي حباكم الله به لقد ولدنا من المسلمين هذا محمد وهذا أحمد وهذا محمود وعطاك الله رسالة طيبة خالدة انظر إلى النافع فيها واعمل بها إن لو لك شيئا جميلا أو أرضا أحطها بصور للحفاظ عليها فلنك أجمل ولا أرقى ولا أعز عليك من نفسك لتحيطها بصور من شريعة الله تبارك وتعالى بصور من التحصينات النبوية في الدعاء وفي الذكر وفي أداء الفرائد وفي تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمل الخيرات وعمل الطيبات إن هذا هو الحصن الحصين الذي تحصن به نفسك وتحصن به المجتمع الذي تعيش فيه والمكان الذي تحيا فيه مكان يعج بالأخلاق الصالحة مكان تفوح منه رائحة الطيبات التي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأيام تقبل علينا ليقبل معها الخير وتقبل علينا النفحات المباركة وعلينا بأن نستقبلها بتخديم الخيرات فإن كان العمل السيء فيها أشد إثما وأكبر عند الله تبارك وتعالى وأعظم فإن أيضا عمل الطيبات فيها له من مضاعفة الثواب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تكفل به الله تبارك وتعالى في قرآنه كل عمل صالح تعمله في هذه الأيام المباركة هو من الأعمال المضاعفة التي يجب أن تحرص عليها وأن تحافظ عليها وأن تتقرب بها إلى رب العالمين ورد في الأثر أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن قومي أصابتهم الفاقة وواتاهم الفقر والفقر والفاقة هما أمران قد أصيبت بهما كثير من البقع في الأرض الآن علمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قال لها إذا قلت هذا الدعاء فإن الله ينجي القوم من الفقر ومن الفاقة أتدرون ما هو هذا الدعاء إن كثيرا منا يحفظه ويفهمه ويعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كما ورد عند أحمد في مسنده وعند البزار وعند الترمذي في سننه قولي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وأمر القوم بأن يدعو بذلك فعادت المرأة فعلمت قومها هذا الدعاء فما مر عليهم عام إلا وقد أصبحوا من الأغنياء أصبحت الأرض تنبت لهم ما يشاءون من الخير وأصبحت الأمطار لا تنقطع من سمائهم الصحب وكأنها أمرت بأن تقف على قريتهم أو على قبيلتهم وأخرجهم الله سبحانه وتعالى من الفقر والفاقة إنه العلاد لكل اقتصاد منهار على هذه الأرض علاده هو أن يتوب الشعب إلى الله أن تتبرأ الناس من معاصيها أن يتحلوا بكريم الأخلاق وبحسنها أن يتخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يذروا الذنوب ويذروا المعاصي ويتركوا الأوزار ويتركوا ما يغضب الله تبارك وتعالى ويفروا إلى رضوانه يفرون إليه من كل عمل قبيع ومن كل فعل شنيع ومن القراهية والبغضاء والغيبة والنميمة والكذب والبهتان وأذية الخلق وأكل الحقوق إن هذا الشهر هو فرصة سانحة لأمة سيد المرسلين أن تعود إلى ربها عودة صادقة وعودة نصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إننا نسمع عن التوبة النصوحة ولكن أكثرنا لا يعرف ما هي إننا نسمع القارئ وهو يقرأ في إذاعة القرآن الكريم أو في برنامج أو حتى في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هذا فيه رد على كل من تسول له نفسه أن يقول أنه لا توبة وأن ذنوب كثيرة إذ أن الله أثبت في الآية أن التوبة إنما تكون على المؤمنين تكون للمؤمنين فالكافر يعني كل ما يصنعه هو من باب الكفر أما المعصية فهي تختص بالمسلم أو بالمؤمن وحده انظر إلى الله وهو يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إذن الذين آمنوا يخطؤون الذين آمنوا يرتكبون الوزر وليس هذا من العيب لأن النداء لهم توبوا إلى الله توبة نصوحة التوبة النصوح التي تستغرق جميع الذنوب بحيث لا يبقى في قلب صاحبها تردد وهي التي يخلصها صاحبها من العلل ومن الشوائب التي تقدح في إخلاصها وهي التي يندم صاحبها على فعلها إذن إذا ما أردت أن تتوب فعليك بأن تتوب إلى الله توبة نصوحة تستجمع في عقلك وفي قلبك وفي ذاكرتك جميع الذنوب التي عملتها في عمرك منذ أن ولدت فإن لم تذكرها فتتوب منها على سبيل الإجمال إن عرفتها تفصليا كان بها وإن لم تعرفها فعلى سبيل الإجمال والله سبحانه وتعالى يقبلها أي تتوب من كل ذنوبك ولا تترق منها وزرا ولا تضر منها ذنبا ثم تندم على فعل هذه الذنوب لذلك قال العلماء أن التوبة لها شروط يعني لا يكفي أن تقول أنا قد توبت سواء في شهر رجب أو في رمضان أو في الأيام المبركة أو في كل أيام السنة وهكذا وإنما لا بد وأن تتوفر فيك شروط فقهية ليتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه التوبة أحد هذه الشروط هو أن تقلع عن المعصية وما أحواجنا إلى أن نقلع عن معاصينا خاصة في هذا الشهر المحرم في هذه الأشهر الحرم ومعنى الإقلاع عن المعصية أي تنقطع عنها وعن أصحاب السوء الذين يشجعونك عليها وعن المكان الذي يغريك بها فلا عبرة أبدا بأن تتوب إلى الله وتقول لقد توب ثم أنت لازلت في المكان الذي تعصد لها فيه ولازلت تصادق هؤلاء الذين يشجعونك على المعصية وعلى الإف فأول شرط من شروط التوبة هو أن تقلع عن المعصية والثاني أن تندم على فعلها والثالث أن تعذم أن لا تعود إلى مثلها أبدا هذه الثلاثة يجب أن تتوفر في التائب إلى الله تبارك وتعالى إلا أن العلماء زادوا لها شرطا رابعا إذا ما كانت المعصية بينك وبين الناس فلا بد من أن تردها إلى صاحبها لا بد وأن تبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا مصروقا رددته إليه وإن كان حد قغف أو نحوه مكنته منه وإن كان غيبة أو نعميمة ازهبت إليه وطلبت منه العفو والغفران والعفو والغفران إنما يكون من الله تبارك وتعالى فإن قبل منك ذلك قبله وإن رفده فإن الله لن يردك أبدا وهو عليم بذاس الصدور وأتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يغفلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر